ينضم إلينا من أربيل القيادي في المشروع العربي ناجح الميزان أهلا وسهلا بك معنا سيد ناجح إلى هذه المشروع مسكا نيوز عربية إلى أي مدى فعلا أثرت تجاوزات الحشد الشعبي بانقسام البيت الشيعي في العراق وبرأيك إلى أي مدى من الممكن أن تصل هذه الخلافات طبعا هذه الخلافات هي موجودة لكن بسبب وجود داعش وبسبب الأوامر الإيرانية الصارمة لكل هذه الميليشيات باعتبار أن جميع هذه الميليشيات هي مسجلة في الحرس الثوري الإيراني وزادوا عددا عندما دخلوا الجحوش معهم وهم العرب السنة نوابا وجنودا وغيرهم عندما سجلوا في هذه الميليشيات هذا يدار من الحرس الثوري الإيراني والحرس الثوري الإيراني أوامره واجبة التنفيذ فالإصلاحات التي يرتضيها قاسم سليماني ومن قبلها هي التي ستحدث لكن هل قادرين هل سيبقون طبعا أخطأ الحرس الثوري الإيراني بتسليح هذه الميليشيات الكثيرة ونحن نعلم جيدا بأن هذه الميليشيات بينها من الأحقاد واللغاء وأغلبهم وأغلبهم لا أقول كلهم أخاف هناك يوجد واحد أو اثنين أو عشرة هم ناس يتمتعون بقدر من الثانية الجميع هم مخريجين السجون وهم من المنحرفين والشاذين أغلبهم هؤلاء لا يمتهنون إلا الانتقام وسرقة الأموال العامة وأموال الماطنين يريدون أن يحطم العراق هذا من أطلق يد هذه الميليشيات حقيقة نقولها بصراحة ويد إيران إيران ضعيفة هنا سؤال أستاذ ناجح إذن إلى أي مدى فعلا هناك تذمر حقيقي بين بعض الأوساط الشيعية من هذه الممارسات إن كانت كما نعرف إيران وراء هذه الميليشيات وإيران لها ارتباطات بهذه التيارات وهذه الأحزاب طبعا المتذبرين من الميليشيات ومن التدخل الإيراني والاحتلال الإيراني العراق هم العرب الشيعة الأشراف الذين يعتزون ويفتخرون بنسبهم العربي وهؤلاء أفهم مكممة لا يستطيع أحد أن يتكلم والسبب بهذا بدأ الشعب العراقي حقيقة كثير من الناس يعتقدون بأن إيران قوية وسكوت الدول العربية على احتلالات إيران وتدخلاتها بأنه أصبح حقيقة وعليهم أن يخضعون الإيران ولكن هذا غير صحيح اليوم نرى سيد وزير خارجية الشيخ وزير خارجية الإمارات قوى الشيخ عبدالله بن زايد قوى كثيرا من العراقيين عندما طالب بأن تكون الميليشيات والتي عددها والتي بحدود 64 ميليشية أضف إلى ذلك قبلها عاصفة الحزم عندما ضربت المشروع الإيراني في اليمن أضف إلى ذلك اليوم الموجودة لرعد الشمال هذه كلها عناصر قوة للعراقيين الأشراف الذين يرفضون المشروع الإيراني طيب الآن موضوع معركة الموصل أستر نجح فقط لأن الوقت يداهمنا موضوع معركة الموصل إعلان العبادي بأن الحشد سيشارك ورفض القوى العراقية السنية لهذا الموضوع برأيك ما الذي اختلف؟ لماذا في الأنبار لم يشارك الحشد الشعبي بطريقة مباشرة؟ الآن في الموصل يريدون إشراكوا في هذه المعركة هل تدخل التركي ربما له كون منطقة حدودية مخاوف من إقامة دولة سنية؟ ما رأيك؟ طبعا العبادي لا يعول على كلامه هو صح رئيس وزراء من وجه الضركم لكن هذا الرجل طالما يحاول أن يرضي جميع الأطراف مثلا عندما صرح هذا العام الذي قاله سندخل رغم أنف المعارضين هو بالمقابل صرح سيدخل حشد الشعبي لكن حقيقة أبناء الموصل اليوم كان بالأولى أن يدخلنا الأنبار لأن الفلوج 40 كيلو عن بغداد ما الذي سيجعلهم عموما شعب الموصل الذي داخل الموصل والذي خارج الموصل وأجمعه على رفض الحجر الشعبي ميليشيات الحجر الشعبي المقادة من إيران أن تدخل الموصل لكن أنا أريد أن أقول أنه نسمع بمسافة السكة مال السيسي ونسمع بالجزائر عيب على هذه الدول العربية أن لا تقف مع المملكة ومع الإمارات وأن يكون لها موقف موحد وأن تطرد جميع الجحوش أي السنة العرب العراقيين الذين ذهبوا إلى المشروع الإيراني سواء كالنواب أو كالنواب على الدول العربية أن يكون لها موقف موحدة اتجاه ما تقوم به إيران أشكرك جزيل أشكر من أربيل القيادي في المشروع العربي ناجح الميزان شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة معنا اشتركوا في القناة